ثماني جثث بينها جثث امرأة وأخرى لصبي في الثانية عشرة من عمره وصلت إلى جزيرة ليسبوس اليونانية صباح الأحد كما أفاد رجال الإنقاذ وعند شواطئ جزيرتي ساموس وأغاتونيسيس اليونانيتين انتشل خفر السواحل أكثر من ثلاثة عشرة جثة بينها جثث لستة أطفال كما تمكنوا من إنقاذ خمسة عشر شخصا كانوا على متن قاربين يعبران مياه بحر إيجي آتينا من تركيا هذه المآسي تضاف إلى حوالي عشرة حوادث غرق وقعت منذ الاثنين قبالة سواحل الجزر اليونانية في بحر إيجي الذي يفصل بين اليونان وتركيا وأسفرت عن سقوط حوالي ستين قتيلا بينهم أكثر من ثمانية وعشرين طفلا